يقول السائل كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه والقاعدة التي تقول أن كل قرض جر نفعا فهو ربا نعم كل قرض جر نفعا مشروط إذا شرطه المقرض فهو ربا أما إذا لم يشترط المقرض وأنت أنت الذي أعطيته الزيادة تبرعا منك فلا بأس هذا من حسن القضاء فإذا كانت الزيادة مشروطة هذا ربا إذا كانت ليست مشروطة وإنما تبرع بها المقترض عند الوفاء فهذا من حسن القضاء وليس ربا نعم